مرحبتين والله يعطيكم ألف عافية بدنا نحكي عن كتاب اسمه Discover Canada رح نشرحه شرح كامل إن شاء الله حاول أعطيك كل المعلومات اللي بنقدر عليها بالصيغة سهلة وسلسة لجميع اللي بدي تقدموا للجنسية الكندية وللي بدهم يعرفوا أكثر عن كندا هذا الكتاب مصدر citizenship and immigration وزارة الهجرم وهذا متطلب ضروري للتقدم لامتحان الجنسية الكندية برجع بشرح وبأكد إنه مهم جدا إنك تقرأ هذا الكتاب ما تعتمد بس على هاي الفيديوهات الفيديوهات رح تكون ديتيلز بس برضو قراءتك للكتاب مهمة أي واحد بتقدم لامتحان الجنسية لازم يكون عنده level 4 الأقل في اللغة الإنجليزية وبالتالي أكيد بقدر يقرأ الكتاب رح أبسط المعلومات ورح أعطيكو في النهاية جدول اكسل شيت هاشوفوين كيف أحط الرابط تبعوه إن شاء الله عشان تقدروا تشوفوا المعلومات ملخصة بهذا البرنامج تقدروا تشوفوا التواريخ كل يكون كلير تابعونا على قناتي وإن شاء الله يجبكو هذا الفيديو خلينا نبدأ طيب زي ما انتم شايفين هذا الكتاب اسمه discovery canada ونحن زي ما حكينا انه discovery canada هو جزء من تبعات ال government citizenship and immigration اول صف حزب تفتح هو هذا هو الاوث هذا بتقدمه لما تحصل على الجنسية مش لازم تحفظ هذا الاوث هذا القسم بتقسمه انك ولائك للملكة ولائك لكندا وستحترم القوانين تبعات كندا بشكل عقود دستور حق كندا طبعا زي ما حكيت مش لازم تحفظه موجود باللغتين الانجليزي والفرنسي وبتعيده ورا القاضي لما بتروح على السيرموني هون كلمة للناس عشان تعرف ليش هذا الكتاب موجود صفحة البعدها شو محتويات هذا الكتاب بعدين فيه صورة حلوة من فانكوبر والشمال بعدين منيجي ل كيف تتقدم للجنسية طبعا معظم الناس اللي حصلت على الكتاب وبادية تقدمت للجنسية فهذه الشغلات بعد الاختبار شو بيصير هون بقول لك انك رح تيجي تأخذ القسم اللي هي السيرموني بسموها بتقسم عمام القاضي بعدين بتوقع على أوراق خاصة بعدين بتسلم بطاقتك الـ اللي هو يثبت انك الآن أصبحت كندي وبعدها ممكن تقدم على الجواز الآن نبدأ بدراسة هذا الكتاب طبعا زي ما انتم شايفين هذا اول جزء اللي هو rights and responsibility اللي هي الحقوق والواجبات على المواطن الكندي خلينا نولي شي نحكي عن القانون الكندي من وين اجا الدستور او اصح الدستور الكندي الدستور الكندي بتكون هاي اول فقرة قدامكو في المربع الدستور الكندي بتكون من أربع أساسيات او اربع اعمد الاول اللي هو كل القوانين اللي بمشيها البرلمان او بتخرج من البرلمان سواء البرلمان الفيدرالي او البرلمان المقاطعة بعدين الشيء الثاني اللي هو القانون البريطاني اللي هو بسموه انجليش كومان لو الثاني اللي هو السيفل كود اوف فرانس اللي هو قانون فرنسا والرابع اللي هو ما توارثنا من انريتين كونستوتوشن اللي هي القوانين غير المكتوبة من بريطانيا العظمى اه نرجع نحكي اربع اشياء القوانين التي بتمرها للبرلمان بعدين القانون البريطاني القانون الفرنسي وما توارثنا من بريطانيا طيب هون في شغلة مهمة اسمها ماغنا كارتا ماغنا كارتا هي عبارة عن قانون تم توقيعه في الف ومتين وخمسطاش وان تو وان فايف احفظوا هذا التاريخ مهم ماغنا كارتا الاسم مهم حطينه بالاسود شايفينه اه ماغنا كارتا هي عبارة او لها اسم ثاني اللي هي اللي هو قانون الحريات البريطاني اللي اخذنا من بريطانيا اه بحكي عن حرية اربع حريات اساسية اللي حرية الضمير او الديانات حرية الفكر والتكلم والصحافة ثلاثة حرية التجمع السلمي واربع حرية تكوين مؤسسات المجتمع اربع شغلات حرية الدين حرية الصحافة حرية التجمعات السلمية واخر شيء حرية التكوين جمعيات هذا برضو اسمه في شيء ثاني اللي هو هيباسكوربوس او هي كلمة لاتينية معناها انك ممكن تتحدى القوانين اللي تضع من قبل الحكومة يعني في قانون مثلا تجدوا انه خطأ او شيء ممكن تتحدى هذا اسمها هذا الحرية اسمها هيباسكوربوس طيب نحكي الان على شيء مهم اللي هو جاء ما بعد او جاء في 1982 وقعت ملكة بريطانيا في اتوا على شيء اسمه The Canadian Charters of Right and Freedom هذا قانون معدل عن ماغنا كارتا هذا التاريخ مهم جدا 1982 عدلت هذا القانون واصبح عندنا في شيء اسمه Canadian Charters of Right and Freedom خلينا الان ننتقل للمربع اللي بعده اللي هي حقوقك انت شو حقوقك كمواطن عندك اربع شيء مهمة اللي هي حقك في التنقل اثنين حقك في حق الابورجينال بيبل ثلاثة حق اللغات هذا بنركز عليه شوية لانه انت ك كندا انت يحق لك التحدث بلغتين في المستوى الفيدرالي اللي هم اللغة الفرنسية والانجليزية هذول اللغات الرسمية في كندا لكن ايضا الماينوريات لهم حق تعلم لغتهم الام اللي مثلا احنا العرب ممكن نتعلم اللغة العربية بالمدارس العربية يومت السبت وما بعد ذلك خلينا نوقفون شوية بس وفي عندك الحرية الرابعة اللي هي تعدد الثقافات هون فيه قانون مهم جدا اللي هو قانون الـ بين الرجل والمرأة هذا القانون مهم جدا اللي هو بيحكي ان المرأة والرجل متساويين امام القانون وبمنع اي شيء بمس المرأة بشكل مخالف للقانون مثل القتل القتل الشرف والامور هاي طيب عرفنا حقوقك الان شو واجباتك كمواطن كندي الواجبات اللي عليك اللي تسويها اول وحدة انك تلتزم بالقوانين الكندية اه اه لا احد في كندا فوق القانون لا احد في كندا فوق القانون اه 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 وهاي شغلة مهمة تحاول انك تشتغل لازم تنتبه لعائلتك لا معنى انك تحافظ عليهم تحاول انك تشتغل اه و تحترم نفسك وعائلتك ثالثة وهاي مهمة جدا من الناس كتير ما بتعرفها اللي هو ما معنى انه انه انت اذا اه في قضية مثلا و القاضي بده ناس يساعدوه في اتخاذ الرأي فانهم ببعتوا لكنديين وهدول كنديين اجبار عليهم لازم يروحوا على الضار القضاء و و يستمعوا للمحادثات والهذا وياخدوا رأي ويساعدوا القاضي في اتخاذ الرأي اه طبعا النقطة اللي بعدها اللي هي الانتخاب الانتخاب وهذا يعني يفضل من كل كندي طبعا هو واجب عليك انك تروح تنتخب عندك اللي هو ممكن تنتخب بالانتخابات الفيدرالية اللي هي بكل كندا انتخابات المقاطعة وانتخابات البلديات والانتخابات المحلية بعدين هذا جزء من واجب عليك اللي هو التطوع في كتير ناس بحبوا هذا الاشي وهذا موجود في الدم الكندي تلاقي ناس كتير عم بساعدوا غيرهم حتى في المدارس والجامعات لازم يتخرجوا يحصلوا على ساعات تطوع اخر الشيء الحفاظ على الثقافة والهيريتج اللي هم الشغلات اللي هو الثقافة او الحضارة الكندية والبيئة الان نحكي عن الجيش او الدفاع اللي هو الدفاع اللي هو غير الجيش غير الزامي في كندا انت مش مجبر انك انك تروح على الجيش لكن ممكن تشتغل في الكنيديان فورسس بدفعوا مبانغي كويسة وممكن تشتغل بار تايم وفول تايم انتهينا الان ان شاء الله نشوفكم في الجزء الثاني في ديسكاوري اعجبتكم القناة ابقى منكم كلكو تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير